شدد الأمين العام لجامعة الدولار العربية السيد أحمد أبو الغيط على دعم الجامعة لجهود موريتانيا خلال فترة رئاستها مجلس الجامعة والاتحاد الإفريقي وذلك في سبيل تعزيز وتفعيل أليات العمل العربي المشترك جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام للجامعة العربية وزير الخارجية الموريتاني حيث بحثا أخرى التطورات في المنطقة لسيما العضوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وتبعته الإنسانية الكارثية وضرورة تحقيق وقف فوري ومستدام لإطلاق النار فضلا عن الأوضاع في السودان والصومال وليبيا مشددين على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان مع بداية شهر رمضان الكريم وزيادة المساعدات الإنسانية للشعب الصومالي كما أكد على ضرورة تضافر الجهود العربية والإفريقية لإيجاد حلول مستدامة وفعالة لكافة الأزمات بما يضمن عوضة الاستقرار والأمن لكافة دول المنطقة ترجمة نانسي قنقر